السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيمة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا هذه الآيات ذكرها ربنا تبارك وتعالى عن أناس مضوا وها نحن اليوم نجدها تتحقق في أرض الواقع والله العالم ستكون أيضا في واقع آخر وهكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها نجد اليوم هجمة شرسة من ذلك الفاجر الكافر الطاغية في سوريا على أهل تلك البلاد الذين صار الرجال والنساء والولدان يقولون هذا الكلام ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى هو ذروة سنام هذا الدين العظيم كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وقد تعطل الجهاد في سبيل الله أعني جهاد الطلب في كل بلاد الإسلام منذ زمن وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده بعودة الأمة إلى دينها تعطل جهاد الطلب وها نحن نجد أن الله تبارك وتعالى يفتح لنا باب الجهاد من باب آخر ألا وهو جهاد الدفعي حيث تسلط هذا الكافر ومن معه على شعب أعزل في سوريا الحبيبة وصار يقتل الرجال والنساء والولدان ويعتدي على الأعراض ويهدم البيوت وغير ذلك من الأعمال التي تعرفونها جميعا فوجب علينا في مثل هذا الوقت أن ننصر إخوانا للمسلمين هناك كيف؟ وقد قال ربنا تبارك وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر فوجب على المسلمين جميعا لا من باب الصدق والتطوع والتفضل بهذا بل هذا من باب الوجوب بحيث أن الذي لا ينصر المسلمين في مثل هذه الأوضاع وهو قادر على ذلك يكون آثم يجب علينا أن ننصرهم طالما أنهم استنصرون في الدين وهم الآن اليوم يقولون لكم لا نريدكم أن تأتوا ولكن أمدون بالسلاحة أمدون بالمال أكفل أهلنا أريحوا بالنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من جهز غازيا فقد غزى فهم يقولون جهزون نحن نقاتل نحن مستعدون لكننا لا نملك ما نغزو به وما نقاتل به احفظوا أهلنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن خلفه في أهله بخير فقد غزى فهذا باب عظيم فتح على مصرعيه اليوم لكم بحيث تبذلون أموالكم في سبيل الله تبارك وتاه تحققون الجهادة في سبيل الله بأموالكم وهذه فرصة لا تعوض والله ربنا تبارك وتعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى فالله تبارك وتعالى يبين أن الذي يقاتل في بداية الأمر وقت الحاجة وينصر وقت الحاجة ليس كالذي يأتي بعد ذلك نعم كانت هذه الآيات في الفتح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففرق ربنا تبارك وتعالى بين الذين قاتلوا وبدلوا قبل الفتح وبين الذين قاتلوا وبدلوا بعد الفتح ونحن اليوم يعود الزمان كما كان وها نحن اليوم نجد قتالاً بين المسلمين وبين المشركين ولا يستوي من يقاتل الآن وينفق الآن مع الذي يأتي ليقاتل أو ينفق بعد الفتح بعد انتهاء هذا النظام وزواله يأتي أناس يقول نعمر البلاد جزاهم الله خيراً فليعمروا البلاد ولينصروا إخوانهم ولينفقوا عليهم ولكن لا يستوون مع الذين أنفقوا اليوم ونصروا اليوم ودافعوا اليوم لا يستوون وإذا قال ربنا تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفور رحيم فالآن واجب علينا أن ننصر إخواننا المسلمين طالما أنهم استنصرون واجب على حكام المسلمين جميعا أن ينصروا المسلمين هناك إن كانوا لا يستطيعون أن ينصروهم علنا فلا أقل من أن ينصروهم من تحت تحت كما يقال أن يمدوهم بالمال ليشتروا به السلاح ويدافع عن أنفسهم وعن أعراضهم وعن بلادهم فلا يجوز أن نخذلهم اليوم لا نخذلهم ونحن حكام ولا نخذلهم ونحن محكومون بل يجب علينا أن ننصرهم وأن نقف معهم وذلك أنهم بفضل الله تبارك وتعالى رفعوا رؤوسنا يبذلون النفوس تلو النفوس اليوم كما ترون كل يوم مئات يموتون لا لشيء إلا أنهم يقولون ربنا الله سبحانه وتعالى وأنتم ترون كيف يحدث مثل هذا وأنا لا أقول هنا أنه لا توجد أخطاء لا توجد تجار حرب لا يوجد متمصلحون يوجد ولكن ماذا يمثل هؤلاء في جانب البقية المظلومين أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلومة فهذه القضية يجب علينا أن نأخذها بالحسبان وأن نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا باب الجهاد أن نجاهل بأموالنا فرصة فيكتب الله تبارك وتعالى لك الأجر العظيم من جهز غازياً فقد غزى ومن خلفه في أهله بخير فقد غزى من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد تيسر الأمر اليوم فلا أقل من أن ننصرهم بأموالنا بدعائنا بنشر الكلام عنهم وإبلاغه الناس وجمع الأموال لهم من غيرنا المهم أن ننصرهم أن لا نبخل عليهم بهذا النصر وهم قد بذلوا أموالهم وبذلوا أنفسهم في سبيل الله ألا تكفي هذه النفوس التي تذهب كل يوم مئات يموتون في كل يوم والمسلمون لاهون في حياتهم الدنيا فأرجو أن تكون هذه الكلمة في الحسبان وأن يجعلها الله تبارك وتعالى حجة لنا لا علينا وأن نكون جميعا من أنصار إخواننا المسلمين حيث استنصرون وطلبوا مننا أن نقف معهم وأنا أعلم علم اليقين أن الكثيرين منكم لم يقصروا في نصرتهم ولكن هذا لا يعني أبدا أن نتوقف الآن حيث إن الأمر قد اشتد وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون ساعة الصفر قد اقتربت وأن يكون زوال هذا النظام الفاجر الكافر قد اقترب ولكن لا نبقى بالأماني لا ننتظر حتى يزول ولكن نسعى أن نكون سببا في إزالته أن نكون سببا في نصرتي إخواننا هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم مبارك عن نبينا محمد اللهم استعلم